أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضا إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين اتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسله نرا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقادت إيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان بكل شيء شهدا إن الله كان على كل شيء شهدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركون به شيئا وبالولدين إحسانا وبذي القربة والتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخرا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله به معلما إن الله لا يظلم مثقل ذرا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصابوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغيط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم ويدكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليهم بألسنات مطالا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل المصدقا لهم معكم قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم ترى إلى الذين أوت نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبط الطاغت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لو نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس وما آتهم الله من فضلي فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نرى كلما نضج جلودهم بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا عن الصالحات سندخلهم جانة ثرم تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا واطعوا الله واطعوا الرسل وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأميلا ألم تر إلى الذين زعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطغة وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين صدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم صبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وأعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لا آتيناهم من لدن أجرا عظيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله كفى بالعليم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال لقد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقول أنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين نشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كافروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قل الآخرة خير لمن اتقى ولا تذلمون فتلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروجهم مشيدا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أحديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت الطائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيت فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه ولولا فض الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكفى بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها إن الله كان على كل شيء حسبا الله لا إله إلاه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أظل من يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيلا فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلوا ليلق بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت سدورهم ويقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطاهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقدلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى آله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهل وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في السبيل فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغادم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وعلى القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين تعفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كلا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهما كان الله أعفوا غفرا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كافروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يشلوا فليشلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فاملون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطار أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعدى الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودوا على جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن أنزل إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستفون من الناس ولا يستفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبوه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطية أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهدانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نول ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إنثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعمل صالحات سندخلهم جنات تجري من تحنى لنهار وخالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوث وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتق فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء إلا تلتونهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن المستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتاما بالقصف وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مراءة خافت من بعليا نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرا وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أبو الولدين والأقربين إن يكن وليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلفوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة الله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يؤفروا بها ويستنزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم